تضحيات لا زال ذكرها قريب قرب هو للقلب أكثر من كونه محفوراً بالأذهان هذا ما عكسته ردود فعل قيادات الجيش التي قادت ملحمة دحر المعتدي بعملية بركان الغضب كلف محمد عمر بعيو رئيساً للمؤسسة الليبية للإعلام منذ أيام في ظل صخط واسع بين الإعلاميين ورغم ما عرف عنه إلا أن المؤسسة العسكرية لم تطاعات مع الحدث وابتعدت عنه لكن الأمر اختلف فبعيو أمر بإزالة شعار عمليات بركان الغضب من قنتي الوطنية والرسمية واصفاً في خطابه الموجه لوكالة الأنباء الليبية تضحيات عام ونيف بالحرب الأهلية مساوياً بين المعتدي والمعتدى عليه فموقفه لم يختلف عن التخاذل الدولي إبان إقدام حفتر على غزو العاصمة وصف جعل غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية تصنفه بمحاولة انقلاب إعلامي على الجيش وتضحيته وعلى الفور أصدر آميرها اللواء ساما جوالي أمراً للقوة البشركة بالتحرك والقبض على بعيو أمر جاء في ظل استمرار إعلان حالة الطوارئ الساري منذ بدء ردع العدوان على طرابلس في أبريل 2019 وما يعزز إقدام الغرفة على هذه الخطوة ويبعدها عن شخصنة باجرة هو أن بعيو رغم رفضه فقد مارس مهامه بشكل سلس منذ أزيد من شهر الجدل حول تولي بعيو مسؤولية إدارة الإعلام الليبي كانت حتى بداخل أروقة المجلس الرئاسي الذي منه خرجت ورقة التكليف فقد خاطب النائب عبد السلام كاجمان عدة جهات كديوان المحاسبة والمصرف المركزي بعدم التعامل بقرار تكليف بعيو كون أن قراره صدر دون عرضه على المجلس مجتمعاً بدوره كشف عدو المجلس محمد عمار زايد أن هناك إجراءات اتخذت لدى القضاء للطعن في قرار تكليف بعيو معتبراً وصف الأخير جريمة العدوان على ترابلس بالحرب الأهلية هو تزوير للحقائق وطعن في شرعية المعركة التي خاضتها حكومة الوفاق وإهانة للقيادات العسكرية بعيو عرف بتغير موقفه فتارة ينتقد جهات وأسماء بعينها وتارة أخرى تجده قابلاً للعمل معها وتولي مناصب لديها والتودد للقرب منها مما جعله شخصاً غير مقبول حتى لدى الوسط الإعلامي والصحفي ترجمة نانسي قنقر